موسيقى السلام عليكم في الوقت الذي اتحد فيه الغرب وراء أوكرانيا رفضا وإدانة للغزو الروسي لها خيم الانقسام في الموقف من هذه الأزمة على الدول العربية وقد أبان قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الحرب الروسية على أوكرانيا ويدعوها لسحب قواتها فورا أبان عن طبيعة تباين المواقف العربية من هذه القضية ففي الوقت الذي امتنعت فيه دول مثل الجزائر والعراق والسودان عن التصويت وافقت على القرار دول أخرى مثل مصر ودول الخليج العربي والمغرب العربي باستثناء المملكة المغربية التي تغيبت عن جلسة التصويت في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذا التباين العربي في الموقف من الأزمة الأوكرانية لنبحث في أسبابه وكذلك أسباب غياب أي وساطة عربية حتى الآن لحل الأزمة الأوكرانية كما نتوقف مع تفاعل الشارع العربي بشكل كبير مع يوميات الحرب محاولين تحليل العوامل الكامنة وراء هذا التفاعل أهلا بكم رغم بعدها الجغرافي إلا أن خريطة المصالح التي تربط الدول العربية بأطراف الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا لها تأثيراتها وتداعياتها على المنطقة بسبب ارتباط تلك المصالح بمجالات حيوية وإستراتيجية الدورة الاستثنائية الطارئة لجمعية العامة لأمم المتحدة صوتت بإذانة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بموافقة 141 عضوا بينما اتسم موقف الجامعة العربية من الحرب الروسية الأوكرانية بالحياد وإبداء القلق الكبير من التطورات المتلاحقة وما ينجم عنها من تبعات معهد الشرق الأوسط للأبحاث حذر من أزمة خطيرة واحتجاجات شعبية قد تضرب العديد من الدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سيعرقل وصول القمح لتلك الدول التي تعتمل على استيراد القمح الروسي أو الأوكراني بالدرجة الأولى لسد حاجاتها المحلية مثل اليمن ولبنان وليبيا ومصر وتونس والجزائر وهي في عمومها دول تعاني من أزمات معيشية قد تزيد معاناة شعوبها جراء ارتفاعات محتملة في أسعار القمح فيما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تضاعف حاجة العراق من القمح بسبب الجفاف الذي يحد من الإنتاج المحلي ما يضع العراق أيضا ضمن دائرة الدول المعرضة لأزمة غذائية كبيرة وبحسب صحيفة The National البريطانية فإن التكلفة الإضافية لنظام الغذائي الهش في العراق سترتفع بسبب اعتماد البلاد بشكل رئيس على أوكرانيا وروسيا في توفير احتياجاته من القمح الدول العربية قد تواجه تحديات كبيرة وستجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين علاقاتها مع الدول الغربية من جهة وعلاقاتها مع روسيا التي تربطها مصالح مشتركة مع عدد من الدول العربية من جهة أخرى ما يجعلها تسير بحذر شديد لضمان الاستفادة من الفرص التي قد يوفرها النزاع دون أن تخلق مزيدا من الضغوط على نفسها أو تضر بعلاقتها مع أحد طرفي الحرب هذا الموضوع نطرحه على طويلة حديث العرب مع ضيفينا الكريمين في الاستوديو الأستاذ أمجة جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية وكذلك الأستاذ أحمد مولانا الباحث في العلاقات الدولية أهلا بكم ضيفينا الكريمين نبدأ مع الأستاذ أحمد اختلفت مواقف الدول العربية إزاء هذه القضية قضية الحرب على أوكرانيا ففي الوقت الذي لبنان أصدر بيانا واضحا أدان فيه العملية انحاز إلى أراد أن يأخذ المذهب الغربي في هذا بينما بعض الدول الأخرى وخاصة الإمارات التي قدمت موقفا لافتا ومفاجئا بتفاهم الموقف الروسي قبل أن تصوت على قرار يدين العمل العسكري بعد ذلك أريد أن نسألك عن محددات الموقف العربي تجاه هذه الأزمة بسم الله الرحمن الرحيم أولا في الظل عدم وجود تكامل في المواقف العربية كل دولة تنطلق من مصالحها الذاتية هناك تقاطع وتضرب مصالح في العلاقات بين الدول العربية وبين واشنطن وموسكو بعض الدول العربية هي تدور في فلك موسكو فبالتالي أيدت بطبيعة الحال التدخل الروسي مثل نظام برشار الأسد بعض الدول العربية هي لا توجد مصالح مشتركة بينها وبين موسكو ولها علاقات قوية مع واشنطن فبالتالي أيدت الموقف الغربي وهناك الشريحة الأكبر من الدول العربية لها علاقات مع كلا الطرفين فبالتالي هي لا تريد أن تخسر موسكو أو أن تخسر واشنطن دولة مثل مصر على سبيل المثال تتحدث عن الوساطة والحلول والتهدئة والوصول لحل سلمه لأن لموسكو عدد من المشاريع الكبرى داخل مصر وهناك مشروع محطة الطاقة النووية المزمع عمله في منطقة مرسى مطروح وهناك منطقة صناعية مزمع عملها روسية في محور قناة السويس لكن ذكرت نقطة مهمة أرجو المعذرة أستاذ أحمد ذكرت أنه في غياب تكامل الموقف السياسي العربي تجاه هذه القضايا فتنطلق كل دولة من الموقف الوطني هل الموقف الوطني لمقاربة هذه القضايا الكبيرة العالمية برأيك هو آمن لهذه الدولة يكفي؟ يعني بطبيعة الحل في ظل بالأخص أنها عندما تكون دول ضعيفة في ظل صراع أصحاب الأقدم الكبرى يعني نحن اليوم لا نتحدث عن دولة كبرى ودولة ضعيفة إنما دولتين من الدول الكبرى لكل منهما مصالح ونفوض تخصد أمريكا وروسيا وأمريكا وروسيا فبالتالي الدول العربية لا تريد أن تغضب أي منهما ولكن في ظل عدم وجود تحالفات عربية وتكامل عربي أو رأي سياسي عربي الكلام ده من حجبة ما بعد حرب الخليج الثانية يعني إن فيه تفتت في الموقف السياسي والمشهد السياسي العربي فده بيعني عكس على ضعف الدول العربية في ساحة الفعل العالمي إنما أغلبها بيدور في فلك دول كبرى فتيجي الصراعات الكبرى زي دي هنلاقي أن يغيب دور الدول العربية عن الوساطة هتكون غير قادرة على التأثير على الصراعات كذلك هي حريصة على عدم إغضاب أي من الدول الكبرى ده باعتبار الأغالبية الدول العربية لكن هذا الطرح الذي تقدمه أستاذ أحمد حقيقة ربما يعني يؤثر فيه الموقف الإماراتي وهنا أتحول إلى الأستاذ أمجد الإمارات حليف تاريخي وتقليدي بالنسبة للغرب وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك تصدر بيانا تتفهم فيه الموقف الروسي وحاجة روسيا إلى أمنها القومي هذا الأمر يحتاج إلى تحليل وتفسير ماذا يمكن أن يقال عن ذلك؟ تفسير بسيط الإمارات في النهاية ودول الخليجية أخرى كثيرة باستثناء أربما السعودية وعمان تندرج ضمن الدول الصغيرة أو السمول ستيت أو حتى المايكرو ستيت في تعريفات العلاقات الدولية وبالتالي محددات انكشافها على البيئة الخارجية عالية جدا وخصوصا في أزمة دولية من هذا النوع كما قدم الأستاذ أحمد يحدث طبعا استقطاب سيحدث انقسام بين الموقفين الأمريكي والروسي وسيعود منطق من ليس معنا فهو ضدنا فلذلك هذه الدول ستخشى من اتخاذ موقف صريح تجاه سواء أمريكا أو حتى تجاه روسيا حتى في حالة الدول العربية الكبيرة اللي ممكن تصنف باعتبارها دولة إقليمية وازنة زي مصر مثلا يعني ريجل مستير حتى هذه الدولة سياستها جدا متناقضة فيما يخص هذا الموضوع وفي غير الموضوعات لكن سأتي معك على مصر لها حديث خاص مصر لكن قبل ذلك حتى الغربيين أعربوا عن صدمتهم للموقف الإماراتي لدرجة أن موقع أكسيوس اليوم الأمريكي يقول بأن واشنطن سحبت تقريرا أو برقية حساسة جدا تتهم فيها الإمارات بموقفها الحيادي بأنها من معسكر موسكو ما كان أحد يظن أن الإمارات يمكن أن تخالف السياسة الاستراتيجية العامة الأمريكية يعني نريد أن نغوص أكثر في تحليل الموقف الإماراتي لأنه ربما يؤشر إلى أشياء مستقبلية كيف يمكن أن نفسره؟ هو أول شيء مهم في هذا الموضوع أنه لدى الإمارات ولدى دول خالجية أخرى مخاوف كثيرة من تأثيرات الانسحاب الأمريكي من المنطقة هم يعتقدون أنه هذا سيعمل خلخلة هائلة في المنطقة وأنهم لم يجدوا حليفا سواء إقليميا أو حتى دوليا وبالمناسبة هذا واحد من تفسيرات الإنحياز لإسرائيل دائما أنه هناك نظام أمني ضمني بين هذه الدول يعني يسمونه تاسيت ريجنال سيستم هذا النظام الأمني الإقليمي الضمني يجعل مواقف الدول تتقارب خوفا من الولايات التحية الأمريكية وأيضا بالمناسبة هناك مخاوف من مكاسب يمكن أن تجنيها إيران من هذه الأزمة لأنه إذا افترضنا أنه تعزز موقع القطب الروسي بصورة من الصور أو القطب الصيني فهذا بالتحليل الأخير قد يفيد إيران أيضا واليوم لو لاحظت كلام محمد بن سلمان لمجلة أتلانتيك وليل عهد السعودي نعم في إشارات هائلة لهذا الموضوع قال لك إحنا ممكن يكون لنا مصالح كبيرة مع أمريكا ممكن هذه المصالح تنخفض إلى آخره يعني هم يشيرون ربما إلى بداية حقبة من التوجه نسبيا إلى الشرق وليس كلمة التوجه ليس الدقيق وإنما محاولة الاستفادة من صعود القطبين الروسي والصين طبعا نحن نزلنا في قلب الأزمة لا يعرف أحد إذا كان يعني الرئيس بوتين سيحقق شيئا حقيقيا من هذه الأزمة أنا في تقدير أنه سيخسر بعض الشيء لكن الصين ستصعد فيها لكن الإمارات عادت وصوتت لصالح القرار الذي قدمته أمريكا وتبنته الجمعية العامة والممتحدة يدين فيه الهجوم الأمريكي أنا في تقدير أنه ليس لدى الإمارات خيارات كثيرة لأنه كما تعلم يعني هي بوصلتها في الحقيقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية ومع أنها في هذا الموقف بالتحديد تحاول تجميع الناتو تحاول تجميع الدول السبع تحاول بناء معسكر أو تحالف لعزل بوتين كما تحدث رئيس بايدن أمس أمام الكونغرس لكن رغم ذلك هناك شكوك بأنه هذا سيصفر عن عزل روسيا بالمعنى الدقيق أو بمعنى يعني إقناعها بأن تنسحب أو أن تخسر خسارة حقيقية فلذلك بالنسبة الإمارات وحتى طبعا بالنسبة لقطر والكويت وهذه الدول الخليجية الصغيرة والبحرين أيضا ليس لديها كثير من الخيارات هي مضطرة في الحقيقة أن تظهر شيئا من المساندة لموسكو حتى لا تخسر أكثر على المدى البعيد طيب في محاولة لمزيد من التحليل الموقف العربي لو ذهبنا إلى جوانب أخرى أستاذ أحمد يعني ثمة من يقول بأن العاملين الأساسيين الذين يحكمان المقاربة العربية هما قضايا السلاح والقمح ففي الوقت الذي تستورد فيه دول عربية السلاحة من أمريكا بالدرجة الأولى ومن روسيا هناك دول عربية أخرى تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا هذان العاملان كيف يصغاني الموقف العربي بشكل عام سواء في المرحلة الحالية أو حتى في المرحلة بعيدة المستوى يعني هذين العاملين بالطبع عاملين مهمين ونتكلم فيهم بالتفصيل وممكن نحط الموضوع الأمح تحت عنوان أكبر هو موضوع الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية مع موسكو أو الأمن الغذائي نعم يعني أقصد مثلا على سبيل المثال بعض الدول الخليجية لها سندوق استثمار ضخمة تستثمر في موسكو سندوق الثروة القطري السيادي يملك 19% من شركة روس نفط الروسية عملاقة النفط فبالتالي انسحابه من مثل هذه الشركات يعني خسائر فادحة له كذلك شركة مبادلة الإماراتية لها ما لا يقول عن ثلاث مليارات دولار من الاستثمارات في روسيا فإذا استجابت للضغوط الأمريكية يعني هذا خسائر كبير نأتي إلى الدول العربية التي تستورد القمح والجانب الغذائي من روسيا مصر على سبيل المثال أكبر مستورد للقمح في العالم وليس في المنطقة تستهلك 18 مليون قمح أحيانا تصل حجم الاستراض 18 مليون طن؟ مليون طن من القمح أحيانا يصل الاستراض إلى ما يزيد عن 10 مليون طن 80% منهم من روسيا وأوكرانيا الميزانية السنوية لمصر حسب الطن الأمح في العام المالي 2021-2022 لأنها بتبقى في نصف السنة بتبدأ على 255 دولار سعر طن القمح مع بداية الأزمة واشتعلها تجاوز 450 دولار للطن فبالتالي الفجوة كرابة 200 أو أكتر من 200 دولار في الطن الواحد ومصر بتستورد 10 مليون طن تعني خسائر فادحة ومهولة للاقتصاد المصري فمن مصلحة مصر عدم استمرار هذه الأزمة وعدم تصاعد هذه الأزمة كذلك تونس 80% من استراضها من القمح يأتي من أوكرانيا ثم من روسيا فبالتالي زيادة هذه الأسعار بالضبط أصلا في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع بعد أزمة كورونا وتدعيات كورونا وأزمة في سلاسل التوريد في هناك ارتفاع مبدأي في السلع جاءت هذه الحروب لتؤدي لمزيد من الارتفاع ومزيد من التضخم فالأنظمة العربية بترى فيه تهديد كبير جدا ممكن يدفعها أو غالبا هيدفعها لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقرارات اقتصادية تمثل مواطنين ممكن تؤدي لاحتجاجات شعبية نحن عندنا في الملف المصري على سبيل المثال في الحديث أن رفع الدعم عن الخبز هيكون في شهر مارس نهاية مارس الجاري هذا الأمر لم يحدث سوى من عهد السادات في يناير 1977 وأدى الاحتجاجات الشعبية كانت شهيرة وكبيرة أطلق عليها السادات وصف انتفاضة الحرمية شأن هناك تخوف من تكرار هذه النمازج أن الأزمة الآن في أوكرانيا وروسيا ستمتد أثرها إلى المنطق فالمنظور الاقتصادي والأمن الغذائي العربي حاضر عند العديد من الدول الأمر الثاني كما ذكرت حضرتك صفقات السلاح ومظلة الحماية الأمنية هناك تخوف بالذات بعد مشهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان اللي كان يتسم بالفوضوية والتخلي عن حكومة أشرف غني والحكومة الأفغانية اللي كانت بتحكم 20 سنة حتى تلاشت كأنها لم تكن هذا كان رسالة للحلفاء واشنطن في المنطقة والعالم أن الاحتماء بمظلة الحماية الأمريكية يعني يحمل في طياته تهديدات في حين أن روسيا وقفت بجوار بشار الأسد إلى اليوم أن روسيا وقفت بجوار حفتر عبر ميليشيا فاجنر حتى اليوم فبالتالي أن بعض الدول العربية ترى أن مظلة الحماية الروسية هي أمتن ولا تتخلى عن حلفائها بسهولة مثل المظلة الأمريكية فلذلك هم حريصون على ألا يقطعوا حبال الود والتواصل مع النظام الروسي مصر كانت في صفقة طائرات سخوي 35 كان مفترض أن تستلمها في العام الماضي ولاية المتحدة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على مصر وفك قانون جاستا وبالتالي مصر تباطأت في استلام هذه الصفقة لم يتم إلغاءها رسميا وأيضا لم تستلمها مصر فهناك حالة من تضرب المصالح والتخوف لدى الدول العربية من تدعيات هذا الأمر على مظلة الحماية الموجودة الأمريكية في المنطقة على الوضع الاقتصادي على الاستثمارات على الأمن الجزائي فبالتالي نجد هذه المساحة من التضرب في المواقف هناك ضغوط أمريكية تؤديل تغيير مواقف وهناك تصريحات ومواقف أخرى عربية حتى تضد المواقف التي اتخذت في الأمم المتحدة لكن في السياق ذاته وهنا أسأل أستاذ أمجد يعني الآن العالم كله يتكتل وراء هذه الأزمة مثلا أوروبا وأمريكا شعرت بتهديد وجودي وبالدرجة الأكبر أوروبا فاتخذت موقفا موحدا تجاه روسيا الصين بالاجتماع مع روسيا تحاول أن تسحب دول منظمة شانجهاي لأخذ موقفين كبير بالعكس حتى الاستغناء عن الدولار في الصفقات والدفوعات لصالح العملات المحلية وهكذا كل التكتلات باستثناء الدول العربية التي يعني تنطلق كل واحدة من مصالح الوطنية البحثة ما الذي يحول دون انضاج سياسة عربية موحدة تجاه القضايا الكبرى الدولية الكبرى نفس الشيء الذي يحول ضمن اتخاذها قضايا يعني مواقف ضمن قضايا أكثر أهمية بالمناسبة يعني مثلا القضية السورية أكثر أهمية بكثير من الأزمة الأوكرانية وأيضا احتلال العراق هو أيضا أكثر أهمية وتأثيرا على الأمن القومي العربي إذا جاز هذا الوصف يعني وأيضا أكثر تأثيرا على الاقتصادات العربية يعني هناك تحلات عربية كانت تقول أن الدول العربية منذ احتلال العراق عام 2003 دخلت في أزمات اقتصادية حقيقية مصر مثلا عملتها بدأت تتدهور إزاء الدولار منذ ذلك التاريخ إلى أن حتى سقط حسن مبارك كل هذا هو عبارة عن مرحلة التدهور يعني بعبارة أخرى أريد أن أقول أنه ربما تكون هذه الضغوط الدولية تكشف أن الدول العربية من الأساس هي دول مكشوفة يعني هي مخترقة أصلا وليس لديها قدرة على أن تقاوم مستوى معين من الضغوط الدولية أو حتى الإقليمية بمعنى آخر أنهم لا يستطيعون اتخاذ موقف واحد ولذلك لا يجوز القول موقف عربي موحد من الأزمة هي كما قال أستاذ أحمد هي مواقف قطرية أو حتى أحيانا دون قطرية بالمناسبة في دول زي حالة السودان هناك انقسام بين مجلس السيادة وبين ما يريده للجماهير أو الشعب يعني الشعب يعني ينظرون إلى زيارة محمد حمدان ديقلو أو حمدتي إلى موسكو وقد عاد أول من أمس تقريبا إلى السودان ويطلب سلاحا بالأساس يعني ينظرون إلى أن هزيمة روسيا قد تعني هزيمة للمجلس السيادة الحاكم نفس الشي على فكرة في ليبيا يعني حيث ينتشر قوات فاغنر وبدأت بالفعل بدأت انزحاب فعلا لربما للوقوف على جبهات ربما قريبة من أوكرانيا أو شيء من هذا أو تنفيذ عمليات قادرة أو شيء من هذا النوع ما يتناسب مع شركة أمنية مثل فاغنر يعني هذه المسألة سيكون لها العكسات على حفتر بمعنى آخر أنه حتى الموقف العربي أي موقف الدولة الواحدة قد يكون منقسما فعلا بين شقين اليمن طالب حكومة عبد الرب ومنصور هادي بأن يأخذ موقفا مساندا لأوكرانيا أو ضد هذا لأنه الطرف الآخر ربما يكون مع موسكو بشكل من الإشكال باعتبارها هي الحليف الدولي لإيران والحوثيين أيضا فلذلك فعلا الموقف العربية من داخلها منقسمة وبالمناسبة لو أذنت لي في ثانية الحديث عن مصر يعني فشل السياسة الخارجية المصرية في اتخاذ موقف في هذه الأزمة هو مؤشر فعلا آخر على أن مصر حقيقة فقدت دورها فقدت مكانتها فقدت قدرتها حتى على صياغ الدبلوماسي المتماسكة أنا سأعطيك مثالين أول مثال يتعلق لو تأذن لي سأرجع معك إلى مصر بعد الفاصل يجب أن نذهب إلى فاصل بالرغم من تعدد وانقسام الدول العربية في مواقفها من الأزمة الأوكرانية أو من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أو من الغزو الروسي على أوكرانيا أي أن تكون التسمية إلا أن الجامعة العربية التي ينبغي أن تكون صاحبة موقف موحد يعكس الرؤية العربية للأزمات الدولية لم تظهر أي موقف لا وساطة ولا حتى التعبير عن موقف أو تصريح ذي شأن في شأن قضية أوكرانيا نبحث هذا الموقف لنفسيره ونحلله بعد وقفة قصيرة ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن مواقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية أستاذ أحمد العرب اليوم في تحالفاتهم سواء مع المعسكر الغربي أمريكا وتوابيعها الأوروبية أو مع المعسكر الشرقي سواء روسيا أو الصين هل يمن يكون اليوم جينات القيام بمبادرة ما بفعل ما بوساطة ما في هذه الأزمة بما لهم أيضا من وزن ديمغرافي واقتصادي في المنطقة؟ يعني الدول العربية هي بتعاني من أزمة داخلية بين كوسين هي أزمة التجزئة أنت طالما بتعاني من تجزئة وتشارز من كسام داخلي لن تكون قادرا على التأثير في ساحة الفعل الدولي في محكمة المشروع القوم العربي والمشروع الناصري تعرض بعد ذلك إلى أزمتين أزمة بكمبيديفة من كسام الدول العربية على خلفية تطبيع مع إسرائيل ثم أزمة ثانية بعد الغزو العراق للكويت وما تلاها من أوضاع ثم غزو الأمريكي للعراق فده أدى إلى تشضي الحالة العربية بشكل كبير جدا فأصبحت غير قادرة في أي أزمات دولية على اتخاذ مواقف مؤثر بل نجد أن حتى بعض الدول العربية ربما تكون حليفة في ملفات تختلف مواقفها في الملفات الدولية في الأزمة الأخيرة على سبيل المثال هناك دول تستطيع التأثير نسبيا مثل قطر ومثل السعودية من خلال احتياطات النفط والغاز ولكن كما تحدثنا في المداخلة الأولى أنهم حريصين على عدم إغضاب موسكو حتى قطر لها تحالفات وعلاقات وثيقة بواشنطن ولقاء من شهر بين الرئيس الأمريكي بايدين وأمير قطر ولكن أيضا قطر حريصة على أن لا تدخل في مساحة من الخصومة مع موسكو أو استفزاز موسكو لأن هذه الحرب والأزمة حقيقة تدعيتها وما سينتج عنها غير واضح إلى الآن وحجم اتساعها كثيرا ما تكون الحروب في بدايتها الكبرى تكون صغيرة ولا يتخيل الناس أنها تتسع حتى رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني في الحرب العالمية يقول لك أنا يقول أن هذه الحرب ستمتد من ثلاث إلى ثمان شهور فامتدت أربع سنوات وسقطت إمبراطوريات حكمة العالم لكورون رومانوف في روسيا الدولة الأل عثمان في تركيا ألهاب يعني أسرة إمبراطورية النمسا الماجر ألهاب سبرج في أوروبا فبالتالي الأزمة الحالية قابلة أنها تتسع فالدول العربية في ظل هذه التطورات المتسارعة والصراع من قوة ذات أجدام ثقيلة بتخشى من أنها تأخذ موقف النهاردة ضد موسكو وتغير الوضع تدخل الصين على سبيل المثال في مرحلة لاحقة بجوار موسكو فتنقلب معادلات الصراع الحالي فتدفع هذه الدول ثمنا كبيرا فنرجع نقول أن واقع التشزي العربي والتجزئة الداخلية هو ده أصلا اللي مدي مساحة ضعف إحنا مين اللي رعى المصالحة الخالجية على سبيل المثال رعتها في إدارة ترامب في آخر عهدها لم تكن بمصالحة من الأطراف الإقليمية الكبيرة تدخلت وأشرفت عليها الدول ذات الثقل التاريخي يعني لو كانمنا عن ثقل تاريخي في المنطقة كانت مصر العراق سوريا السعودية ثلاث من هذه الدول تعاني من مشاكل كبيرة العراق والسعودية يعاني من مشاكل داخلية كبيرة ومن تدعيات احتلال وتواجد قوات غربية مصر ارتهان موقفها لمواقف الدعمين الماليين والدعمين الاقتصاديين السعودية لها حزبتها المرتبطة بالأوضاع الداخلية فيها فبالتالي لا توجد دولة عربية وازنة تستطيع أن تقود مبادرات وتقارب بين الدول العربية لإنتاج موقف عربي موح فيما يتعلق بموقف الدولة العربية الوازنة وهنا نستحرر مصر وتقد تحدثت أنها فقدت وزنها وحضورها الإقليمي لكن بما تفسر دعوة واشنطن مصر لضرورة إدانة العملية الروسية هل بالمعنى السياسي والاستراتيجي كيف يمكن فهم هذه الدعوة الأمريكية طبعا الوازنة الأمريكية لا زل لها يد طولة في توجيه السياسة المصرية بدون شك المحور الأمريكي الإسرائيلي هو صاحب طبعا والخليجي ملحقا بمسألة المساعدات المالية منذ انقلاب عام 2013 بالتأكيد أصبح لها يد طولة في التأثير على السياسة المصرية سأقول لك المثالين الذين أجلتهم أول مثال التصويت على قار وقف إطلاق النار في حلب عام 2016 في أكتوبر 2016 في مجلس الأمن وكانت فرنسا طرحت مبادرة والعجيب أن مصر صوتت مع روسيا وليس مع سوريا المفروض أن تصوت مع الدولة العربية ووقف إطلاق النار أعتقد مطلب إنساني حتى تغييب مسألة السياسة لكن الأسوأ منها كانت تصويت مع القرار الذي هو 2334 الذي هو القرار وقف الاستيطان في القدس ومحيطها الخاص بالقضية الفلسطينية مصر الأول طرحت هذا المشروع ثم سحبته ثم أجلته ثم وافقت عليه عندما تم إقراره فأنا كتبت ساعتها مصر عملت أربع تكتيكات دبلوماسية كلها متناقضة يعني إذا تطرح مشروع لا تسحبه وإذا كنت سوافق لا تعترض يعني هناك مشكلة لكن أستاذ أمجد أنت تركز على أن مصر فقدت وزنها الإقليمي والإستراتيجي طب أنا أريد أن أفهم ما المعنى السياسي للدعوة الأمريكية لمصر وأنت تقول بأنها يعني لا وزن لها إقليميا لماذا توجه ما معنى هذه الدعوة الأمريكية لا هو يعني لا يمكن أن ننكر أن مصر لها وزن إقليمي حقيقي هذا لا يمكن إنكاره بحكم التاريخ والديمقرافيا والقدر العسكرية إلى آخره لكن رغم ذلك هي ليست قادر على اتخاذ موقف ولا قادر على قيادة موقف عربي أنا سأعطيك مثلا آخر أيضا تنظر موضوع العلاقات الجزائرية المصرية يتوتر الآن بسبب موضوع العجز عن انعقاد قمة عربية يعني ولا أحد يعرف هل هي ستعقد في مارس ستعقد في يونيو بعد رمضان لا أحد يعرف متى ستعقد أو ربما لا تعقد وهذا سببه بالمناسبة مستوى ما من الخلافات العربية العربية العميقة التي تمنع أصلا صياغة أي موقف عربي من أي قضية حتى بالماسة التي كانت أكثر أهمية من الأزمة الأوكرانية فلذلك العرب فعلا في موقف ضعف دعني أتدخل معك في موضوع هل يملك العرب القيام بدور ما في الحقيقة في ظل النظم العربية الراهنة أعتقد لا يمكن لا يمكن نهائيا هذه النظم هي نظم مترهلة وأكثر من ذلك هناك عدم يقين يحدث في الأزمات الدولية الكبرى كما قال أستاذ أحمد حالا لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تصل هذه الحرب يعني ممكن هذه الحرب تستمر سنة أكثر أقل الله أعلم وبناء عليه العرب لا يملكون في هذه الخانة إلا إما أن يتراجعوا أو أن يتكيفوا مع قرارات سابقة لكن دعني أعود معك إلى الإمارات يعني الإمارات أثبتت أن العرب يمكن أن يخالفوا الدول الكبرى إذا ما تعرض ذلك مع مصالحهم يعني الإمارات حاولت أن توازن علاقتها بين روسيا وأمريكا واتخذت موقفا أقرب إلى روسيا منه إلى أمريكا لأنها رأت في ذلك مصلحتها هذا يعني أن هذه الأنظمة يمكن أن تقوم بشيء إذا ما أرادت إذا تهدد الأمن الداخلي للنظام أو أمن النظام نفسه أمن النخبة الإماراتية أعتقد أنها يعني يمكنها أن تتخذ قرارا ما بس أيضا رغم ذلك دعنا نقول أن الإمارات غاضبة أصلا من إدارة بايدن بسبب إلغاء صفقة الـ 35 في أول مجاة وقضايا حوق الإنسان والكلام عن دور الإمارات في اليمن إلى آخره وبالتدريج يبدو أن إدارة بايدن ترفع الغطاء نسبيا عن الإمارات وحتى عن السعودية بدرجة من الدرجات وبما عادت إلى توثيق العلاقة مع قطر باعتبارها مورد للغاز ويمكن أن تسهم في حل الأزمة وهذا مرة أخرى يعيدنا إلى دور الجزائر الذي يتوقع أنه كان هناك احتمال أن تعوض شيئا من نقص التمويل لأوروبا أو نقص إمدادات الغاز لأوروبا لكن رغم ذلك مرة أخرى الإمارات لا تستطيع اتخاذ قرارات بعيدة كثيرة عن واشنطن هي تعبر فقط عن استياء كما قال يوسف العتيبة قال أنه لابد اليوم سفير الإمارات في واشنطن قال نحن لازم ندور على خيارات لتوطين الصناعات في الإمارات ولكي نعزز أمننا ودفاعاتنا إلى آخره فهذا الدافع الأمني قد يتقدم في بعض الحالات لكنه بالمناسبة مرتبط في رأي الشخصي بظرفية معينة وأنا في مرات كثيرة قلت أن الدور الإماراتي بشكل عام يتراجع لأن الإمارات أصلا انخرطت في صراعات أكثر من اللزوم وانخرطت في صراعات كثيرة في سوريا وفي ليبيا وطبعا في اليمن بكل تأكيد وحتى في استراتيجية الموانئة تديرها هذه الاستراتيجية المتناقضة جزئيا تولد أحيانا أعباء على الإمارات يعني هي عاملة أوفرستريتشينج وسعت دورها أكثر مما يجب فلذلك هي غير قادرة على أن تستمر بهذه الطريقة طب لو نقلنا الحديث إلى مستوى جغرافي أوسع قليلا الآن إلى أي مدى يمكن الحديث عن أن ما يحصل الآن في أوكرانيا هو مقدمة لنشوء حرب باردة جديدة العرب سيدورون في فلك عاصفة دولية وراء المصالح والنفوذ يعني باستقراء التاريخ دائما تغير قواعد النظام الدولي وشكل النظام الدولي بيتم من خلال الحروب بمعنى أن واقع النظام الدولي قبل الحرب العالمية الثانية هو كان نتاج واقع الحرب العالمية الأولى والقضاء على الإمبراطوريات ما بعد الحرب العالمية الثانية وروز القبين الأمريكي والروسي كان ده بيمثل الانتصار هذين القبين على المشروع الألماني الياباني في الحرب العالمية الثانية مع وجود ثلاث قوة أخرى انتصرت ولكن خرجت أكثر ضعفا مثل بريطانيا فرنسا الصين اليوم هناك صعود في القوى الصينية الصين النهاردة منفقها العسكري هو ثلث الاقتصاد العسكري الأمريكي الاتحاد روسيا والأخص بوتين يرى أن الاتحاد السوفيتي خسر هذا التنافس وموقعه في القطبية الثانية دون حرب فاليوم يريد أن يصعد بالنفوذ الروسي مجددا وأن يوقف تمدل الناتو باتجاه روسيا باعتبار أن أوكرانيا هي تمثل عمق يعني توفر لروسيا عمق استراتيجي أمام التقدم التسليح الناتو والسواريخ الناتو وقواعد العسكرية للناتو هو أعلن منذ عدة سنوات رفضه لوجود قواعد عسكرية أمريكية في شرق أوروبا وبالأخص رفض انضمام أوكرانيا وجوجيا ولكن أمريكا هي التي رفضت أن تعطيه ضمانات وهددت وجوده أستاذ أحمد مادرة هل هذا الكلام يعني بالضرورة أننا سنتذكر أيام حلف بغداد وانقسام الدول العربية في أحلاف ربما تكون متعادية مثلا يعني عندما كان هناك حلف بغداد كان هناك مشاريع عربية متنافسة بين مشاريع الثورية النصرية والبعثية والمشاريع الملكية اليوم نحن لا نشاهد مشاريع عربية متنافسة بشكل أيديولوجي إنما هناك مصالح على دوائر النفوذ هذه الصراعات العربية البينية أضعفت قوة الدول العربية ولم تجعلها قادرة على تشكيل تحالفات مؤسرة إنما هي تتنافس فيما بينها مثلما رأينا في الأزمة الخليجية مثلما رأينا في التدخل العربي في اليمن وفي ليبيا الذي ساهم في مزيد من التفتيت فأنا لا أظن أن الدول العربية في الصراع الحالي هي لاعب زى أثر كبير ربما بعض الموارد النفطة أو الغاز إنما أرجع لنقطة أن أمريكا مع اشتعال الحرب وامتداد الحرب ستطلب مواقف حازمة من الجميع وللعلم هي هذا التردد لم يكن عند الدول العربية فقط بل إسرائيل كان هناك تردد في الموقف الإسرائيلي وكان هناك تخوف إسرائيلي من أن تدين الغزو الروسي فينعكس ذلك على التعاون الروسي الإسرائيلي في سوريا ولكن مع الضغوط الأمريكية أدانت بعد ذلك إسرائيل هذا الموقف وما زال هناك صراع داخلي بين المؤسسات والقيادات في إسرائيل تجاه اتخاذ موقف أكثر حدة ضد موسكو فالشاهد أن هذه الدول الفاعلة في المنطقة أمريكا ستضغط عليها تجاه اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وفي ظني أن من سينحاز إلى روسيا بشكل واضح هو من لا توجد له أمال أو طموحات في الدعم الأمريكي ورأينا هنا اتنين بشار الأسد وحمدتي في السودان طيب يعني أستاذ أمجاد يعني حتى لا يخضع العرب إلى الضغط الأمريكي أو ثمت من يسميه الابتزاز الأمريكي ويحقق في مقاربتهم لما يحدث في أوكرانيا ولو الحد الأدنى من مصلحة إذا ما جازت تعبير الأمن القومي العربي هنا لدينا مؤسسة اسمها جامعة الدول العربية لم نشهد لها أي حراك أي جهد أي تصريح يعني حتى الأمينة العامة الجامعة العربية تشعر كأنه غير موجود أو كأنهم يعني آسفت العبارة ربما في غرفة الإنعاش لم يقم بجولات مكوكية للدول العربية يحاول أن يجمع العرب على موقف يخدم الأمن القومي العربي بما يمكن تفسير صنط جامعة الدول العربية دعني أبدأ أولا أنه تقليديا لم يعرف أن جامعة الدول العربية تقوم بدور كبير في أزمات دولية يعني لا أجد أمثلة مثلا أنها قامت بدور مثلا في أزمة الصوريخ الكوبية مثلا أو أزمات من نوع ما بعد تفكر تحايد سوفيتي أو حتى بعد 11 سبتمبر لا يوجد ما يبدو كأنه يعني رغبة في المبادرة أو حتى قدرة على المبادرة وهذا بالمناسبة نابع أصلا من ضعف النظم العربية وتجزئتها وتبعيتها الشديدة للخارج وانكشافها كما قلت في المداخلة الأولى للتطورات الإقليمية والدولية فهذا يحرمهم فعليا من أنه يكون لهم أي دور أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا أنا في اعتقادي أنه مدام ليس هناك قضية مركزية أو ما يسمونه كور إشو في النظام العربي يعني ليس هناك حتى إحنا بطلنا نستخدم كلمة النظام العربي أصبح نستخدم الإطار العربي يعني Arab frame بدل Arab system لأنه لا يوجد هناك قضية جامعة وحتى مفهوم الأمن العربي الذي حضرتك طرحته حالما وأنا تحدث عنه في البداية لا يوجد حتى أمن عربي يعني ما هي أولوية الدول العربية هل هي مواجهة إيران هل هي مواجهة الإرهاب أو الحركات الإسلامية أم مواجهة إسرائيل كل طرف يضع أولوية مختلفة عن الآخر الدول الخليج لها أولويات مختلفة مصر لها أولويات مختلفة الجزائر لها أولويات ثالثة وهكذا نحن نتكلم عن نظام مخترق ونظام مهترق إلى حد يمنع من أي إنجاز أو أي مبادرة وبالمناسبة ما يحدث على الصعيد الدولي قد يكون كما تحدثت أحمد من خلق أزمات معيشية لاحتياج إلى القمح زي حالة مصر الحالة المصرية على فكرة حالة كاشفة مهمة جدا لأنه هي تستورد 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا في كل الحالتين هي بين نارين وتخشى لإنحياز إلى أحد الطرفين حتى لا تتضرر من نتائج الموضوع أنا في اعتقادي وهذا بالمناسبة كتب عنه باحثون عرب أن ما نراه حاليا هو بداية أزمات معيشية واجتماعية قد تؤدي لحالة انتفاضات حالة ثورات أخرى في المنطقة العربية يعني التغير في العامل الدولي يخلخل الدعم المقدم لنظمة عربية ما يتيح فرصة أن الجمهير تتحرك أو ترى فرصة في التغيير لأنه يعني واضح أن الدول العربية لم تعد تحظى بإسناد دولي كما كانت سابقا وأنه ممكن تتعرض دولة مثل مصر أو حتى الإمارات ممكن تتعرض ضغط أمريكية في بعض الحالات نعم هذا عن الأنظمة العربية والجامعة العربية لكن الشارع العربي يحقق نسبة تفاعل كبيرة جدا مع يوميات الحرب في أوكرانيا بقية الحديث تأتيكم بعد وقفة أخيرة اشتركوا في القناة أهلا بكم أستاذ أحمد يعني الدول العربية في تعاملها مع هذه الأزمة الأزمة الأوكرانية يعني كما لو أنها كانت تدفع إلى اتخاذ موقف دفعا لكن على مستوى القواعد الشارع العربي كان حقيقة مختلف كليا كان هناك تفاعل كبير مع كل ما يحصل في أوكرانيا يعني أريد في سياق تحليل الموقف الشارع العربي وهذا التفاعل الكبير هل يعكس برأيك حالة وعي سياسي متقدم عند الجماهير العربية ربما نشأ عن الانتفاضة العربية التي بدأت في تونس عام 2010 أم هو ملهات عن واقع اجتماعي وسياسي متردي يعني أنا في ظن أنه في زيادة في حالة التسيس في المجتمعات عموما على مستوى العالم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاحتكاج بالأحداث والقرب منها فدي ظاهرة عالمية جزء منها موجود بطبيعة الحال في العالم العربي انتفاضات الربيع العربي وما بعدها من صراعات وحروب وتدخل أطراف دولية في المشهد العربي جعل العديد من الكطاعات في المجتمعات العربية أكثر وعيا وأكثر اطلاعا على العلاقات الدولية وعلى الحروب والعسكرة إلى غير ذلك وفي ظن أن الحرب في روسيا وأوكرانيا بتتمس مع الوعي العربي من عدة محاول المحور الأول هو الدور الروسي في سوريا والمجازر التي ارتكبتها روسيا في سوريا جعلت هناك مساحة من الكراهية الشديدة للروس والأعمال العسكرية الروسية لكن ثم تمن يقولنا صور بوتين رفعت في شوارع بغدار نعم ولكن من الذي رفع صور بوتين ومن الذي يؤيد بوتين نعم هم حلفاء روسيا في سوريا من الميليشيات الإرامية نعم هم الذين تورطوا في العراق وسوريا في قتل المتظاهرين فإحنا عندنا من يرتبط بروسيا ومن هو يدعم نظام بشار بطبيعة الحال أن الكطاعات الشعبية التابعة له ستدعم أو العديد منها سيدعم بوتين لكن الكطاع الأوسع هو الذي يعبر عن نبض الشارع ونحضارة الأمة هويتها هذا كان متعاطفا مع الثورة في سوريا متعاطفا مع المقاومة في العراق رأى الجرائم الروسية في سوريا رأى دعم فاجنر لقوات حفتر في ليبيا فهؤلاء ضد روسيا الأمر الثاني هو الرصيد العربي في الوعي من المواقف ضد الاحتلال بمعنى نحن عندنا قضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي عندنا قضية احتلال العراق الأمريكي لها وما حدث فيها فبالتالي هناك نوع من أنواع الرفض النفسي تجاه فكرة اكتياح الدول الأخرى واحتلالها من قبل الكوى الكبرى والشعوب العربية عاشت معاناة في ظل هذا الاحتلال في العراق وفلسطين فبالتالي على المستوى الدولي عادة ما نجد الشعوب العربية تنحزل الشعوب التي تواجه الدول الكبرى يعني لم أعاصر هذه الحجبة ولكن فيما قرأت وسمعت العديد من الشعوب العربية كانت تناصر فيتنام رغم أنهم شيعيون ضد الغزو الأمريكية أو ضد الحرب الأمريكية باعتبار أن هذه مواجهها الكوى الاستجبار والكوى الظالمة وكذا فهو نفس الوضع أيضا يتكرر الآن في الحالة الأوكرانية تفضل أرجو المعذرة لكن الآن في المرحلة الراهنة وهنا أنتقل الأستاذ أمجد يعني تم تفراغ سياسي ما في المنطقة العربية التفاعل الشارع العربي مع الحرب الأوكرانية هو تفاعل بالمجمل يمكن نصفه بالإيجابي بمعنى أن هناك موقف في الشارع العربي مما يحصل هذا الموقف ربما يولد نوع من الطاقة نوع من القوة كيف يمكن استثمار هذه الطاقة في حراك عربي ما في تغيير عربي ما كيف يمكن استفادة من هذه القوة في الموقف من ما يحصل في أوكرانيا إذا حدث تكتلات اجتماعية أو شبكات اجتماعية تستطيع أن تنهض هذا الوعي الجماعي وترسخه أكثر لأن أحيانا واحدة مشكلات الشارع العربي أنه يمر بحالة وعي أحيانا موسمية فمثلا لما تحدث حرب غزة مثلا 2021 ستجد حالة من التعاطف العربي الشعبي طبعا كبيرة جدا بعد ذلك ربما تفتر هذه الحالة عندما يحدث مثلا تغيير في تونس على يد قيس سعيد أيضا ربما يحدث اهتمام أكبر بالحالة التونسية لكن بشكل عام يعني إنهاض الحالة نفسها محتاج إلى مؤسسات وسيطة يعني تحتاج إلى أحزاب تحتاج إلى مؤسسات مجتمع مدني تحتاج إلى دور مثقفين تحتاج إلى دور للجامعات ومراكز الأبحاث يعني هناك حالة لابد أن تخلق أنه لابد أن نفهم أنه العالمي بكل تأكيد ينعكس علينا مثل ما نعكست علينا حالة حرب العراق مثلا في عام 1991 وعندما تحدث جورج بوشي الأب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت عن نظام عالمي جديد يحترم حق الإنسان ولم نرى شيئا من ذلك حتى الآن إحنا اللي شايفينه بالعكس تتداهور حالة حق الإنسان في العالم العربي ولذلك يعني كما قاله سيد أحمد منطقي أن المظلمين يتعاطفون مع المظلمين يعني هذا أعتقد أنه منطقي جدا لكن فيه كم شيء مهم جدا نعتقد أنه في قيم سياسية عربية لدى الجماهير جيدة لا بأس بها إذا تم العمل عليه كما تحدثت حالا هناك أيضا من وجهة نظري أنه يعني هناك حالة انتظار رسمية عربية تقلق الجماهير يعني بعض الناس الآن تفكر ماذا سيحدث فينا إذا بقيت هذه النظم الخشبية المستبدة إلى زمن آخر نحن الذين سندفع هذه الأثمان في شيء مهم جدا أن الشارع العربي يحمل دائم مفاجآت يعني بعض الذين يقولون أن الشارع العربي ميت أو أن الشارع العربي نسي قضية فلسطين أو أنه لا يتعاطف مع حالة سوريا أعتقد أنهم مخطئون لأن هذا الشارع فيه شيء جوهري كامل يظهر أحيانا في بعض اللحظات في شيء مهم جدا أعتقد أيضا أن هناك حالة إعجاب بالنماذج يعني بعض الشعوب ربما لديها إعجاب بنموذج فلسطين بوتين الذي يطرح فكرة القوة مدرسة القوة في العلاقات الدولية كما أنزلت يعني وهناك آخرون يرون في النموذج التحديثي اللي موجود في أوكرانيا وهذا الرجل يعني أنه هو يعني الرئيس الأوكراني أنه استطاع نسبيا أن يحقق شيئا من النقلة للبلد أو أنه أعاد وضعها على خريطة الدول الغربية وأنه هي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي بشكل من أشكال أو أعلى أقل أن يثير حالة من التعاطف والإعجاب بأنه صمد وبقي في البلد ولم يهرب كما قيل رغم أنه كما يقال هناك محاولات اغتيال له أو محاولة على الأقل واحدة يعني طيب أستاذ أحمد الآن هناك تدفق كم هائل من الأخبار والمعلومات والحركة الدبلوماسية وإضافة إلى يوميات الحرب الخشونة الزائدة داخل أوكرانيا هذا كله يتبعه المواطن العربي زد على ذلك قضية وضع القوات الروسية الاستراتيجية الأسلحة النووية أهبة الاستعداد هذا يعني أن اقتراب أصابع صانع القرار الروسي من الأسلحة النووية وصار الحديث عن حرب نووية يعني يتدحرج على أسنة المسؤولين الغربيين والشرقيين أي وعي يمكن لهذه الأحداث أن تنشئه في عقل الإنسان العربي نمر واحد يعني في تقييمي أن الحديث عن القيم الليبرالية ومنظومة السلام والعلاقات القائمة على التعاون والتبادل الاقتصادي هذه القيم تتبدد مع مثل هذه النوعية من الصراعات وتوضح للمجتمعات العربية والشعوب العربية وكل البشر أن الحياة تقوم على التدافع وأن الحكوم تقوم على الانتزاع من الخصوم وأن من ينتظر من الدول الكبرى أن تعطيه حقه لن يعطيه أحد شيء لأن كان عندنا أوكرانيا في 94 في اتفاقية بودابست تنازلت عن السلاح النووي مقابل ضمانات تمت واتفاقية تمت أن لا يعتدي أحد على أوكرانيا وأن يكفل الأمن الأوكراني من كبر روسيا والدول الأوروبية وهذا الأمر تبخر الآن فهناك رسالة ومعنى أنه يعني إن لم تكن لديك موارد القوى الذاتية التي تحمي بها نفسك فستكون عرضة للإفتراس من قبل القوى الموجودة فهنا التأكيد على معنى القوى وامتلاك أدوات القوى الذاتية وأن تكون لديك أنظمة قادرة على حماية بلدك حقيقية وتمثيل مصالح الناس ظني أن هذه الأحداث ستوضح ذلك لأن الشعوب العربية ستجد أن هناك مواقف قد تخذها بعض الأنظمة لا تعبر عن مصالح الشعوب إنما تعبر عن مصالح الأنظمة أيضاً انكشاف حقيقةً الخطاب الغربي الذي كان يقوم على فكرة الحريات ونشوف اللي بيحصل مع اللاجئين مع الطلبة أسف وليس اللاجئين الطلبة الأفارقة والمقيمين العرب والمقيمين الأجانب في أوكرانيا من تضييقات والتغذاء على المناطق الحدودية مع بولندا وغطاتها الصحافة العالمية هذا أيضاً فيه انكشاف للكيام الغربية فحقيقةً نشايف أن مثل هذه الصراعات بتوضح أن المنظومة الحضارية والمنظومة القيامية الموجودة سواء لدى الروس أو لدى الغرب هي تعاني من أخلال جوهرية وأنها تعرضت لفضائح وأني أرى أن القيم التي تعبر عنها أمتنا الإسلامية والعربية هذه فرصة لها أن تنمو وأن تكبر ولكنها تريد من يحملها ومن يطبقها على أرض الوقت بالمناسبة الحديث عن أزمة القيم تحدث عنه فلاسفة غربيون كثر لكن الآن ربما تقصد أنه تضحى للإنسان العربي البسيط طيب لو تحولت إلى الأستاذ الأمجد وأختم معك في هذه الحلقة ما طبيعة الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث العالمي الكبير بكل التفاصيل التي ينطوي عليها أعتقد من أهم الدروس هو مسألة بناء القوة الذاتية أنا كثيرا ما قلت أنه لو لا أن العرب في هذه الحالة من الضعف ما استخفت بهم الأطراف الإقليمية ولا الدولية فهذه مسألة أخرى وأعتقد أيضا من الأشياء المباشرة التي ستحدث أنه ربما يحدث درجة من الانتشار النووي في المنطقة خصوصا السعودية إذا تم التواصل إلى صفقة مع إيران ويبدو أنها على وشك أن تنضج أو على وشك أن تخرج فستخشى دول عربية مثل السعودية هذه حالة حالة مصر أيضا أعتقد حالة أخرى وحالة الجزائر ربما تكون حالة ثالثة بسبب تطبيع المغرب مع إسرائيل يعني باختصار أنه ربما سنشهد النظم الرسمية العربية ستحاول أن تتحرك وأعتقد أنها متأخرة لكنها ستحاول أن تتحرك بصورة من الصور لدى الشعوب أعتقد أنه أفضل ما يتم هو مسألة فكرة إعادة الثقة بالذات وأنه لدينا من القيم التي تستطيع أن تتعامل مع العالم وأن تقدم شيئا يعني على فكرة أن أسرة المظلومين هي في حد ذاتها يعني هي قرار جريء يعبر عن موجود قيم سليمة موجودة تحكم الشارع العربي وتحكم الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام وأنا أتوقع بشكل عام هذه الأحداث العالمية تشجع حالة تغيير في العالم العربي وإن كان ربما في المدى التوسط يعني ليس بالضرورة الآن وإنما ربما في نطاق خمس سنوات أو شيء من هذا النوع يعني ترى أنت هذه الأزمة الدولية هو على المدى الاستراتيجي هي في صالح المنطقة العربية أعتقد ذلك وهي في صالح الشعوب بالذات وفي صالح أعتقد جيل الشباب الذي يعني ربما يستفيد من هذه الدروس نحن يعني شهدنا الثورات العربية وشهدنا الانتكاسة اللي بعدها الثورات العربية ودائما ما نرى كل احتلال يحدث حالة العراق حالة سوريا تدخل الروسي في ليبيا كلها ينتج عنها أثار سلبية علينا جميعا يعني المسألة لم تعد قصر على حالة دولة واحدة ولذلك أنا أعتقد أن الناس وعيها الآن بموضوع أوكرانيا عالي جدا الناس أعقد الجماهير العربية بشكل عام وعي إلى أن هناك شيء ما يتغير وأن هذا الشيء لابد من الاستعداد له بصورة من الصوت أشكرك عفوا ختاما وشهدية الكرام أشكر ضيفية الكريمين في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية كما أشكر بدوري أيضا ضيفية الأستاذ أحمد مولانا الباحث في العلاقات الدولية كل الشكر لكم على حسن المتابعة دمتم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر